اكدت السيدة ايمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعية خلال لقاء ببرنامج حديث اليوم اكدت ان اجراء عشرة اصلاحات على الصناديق التقاعدية والتأمينية منها اربعة اصلاحات طارئة تأتي لضمان الوفاء بالتزامات الصناديق المالية وحماية مكتسبات المواطنين لما طرحنا الاصلاحات العشرة من اجل ان احنا نمج عمر الصندوق الى سنة ستة وثمانين بس لا بد تكون هذه الاصلاحات كلها حزمة وحدة فحين اللي حصل ان اربعة اصلاحات كانت ضرورية لانقاذ الصناديق كانت من الضرورية ان احنا نجري الاصلاحات بالاربعة علشان نوصل الى سنة الفين وثلاثين وهي الاجراءات الطارئة الطارئة الاصلاحات الستة الباقية بتمد لنا عمر الصندوق تقريبا الى سنة الفين وستة وثمانين يعني بتكون فوق اكثر من خمسين سنة احنا لما ننظر لصناديق التقاعد متى اليوم احنا نعاني من الوضع الحالي بعد مرور خمسة واربعين سنة اذا اجرينا ذي الاصلاحات راح تمد من عمر الصندوق بعد تقريبا نفس المدة في خلال هذه الفترة احنا كل ثلاث سنين نجري اجراء دراسة اكتوارية شاملة على الوضع المالي للصناديق من خلال هذه الدراسة راح يبين لنا الخبير احنا شن هو وضعنا لان الاوضاع المستقبلية قد احنا ما نعلمها اليوم لكن في السنين الياية قد تكون فيه امور طارئة احنا ما نكون نحص بنا حسابنا لها لذلك احنا نقول نجري الاصلاحات اليوم قبل لنوصل الى مرحلة ان انا ممكن اقول لك ما عندي معاشات اصرفها فانا اليوم استخدم كل ما عندي من اشتراكات واستثمارات ريع استثمار اصرف المعاشات كما اكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي انه ستوقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات التقاعدية وليس الغاءها حيث سيتم اجراء دراسات اكتوارية كل فترة واذا تبين وجود فائض سيتم ارجاع الزيادة احنا بالنسبة للتقاعد والتأمينات موارد الصندوقين كلها راح تكون في صندوق واحد الموارد المالية استثماراتها او اي مبالغ موجودة راح تكون في صندوق واحد وراح نعتبر القطاع الخاص والقطاع العام كلهم كأنهم تحت مبالغة واحدة في صندوق واحد وبنصرف المعاشات وفقا لهذه الوضع المرسوم لما صدر قال ايقاف الزيادة السنوية ما قال القاء تعليق ايه لان احنا اليوم قاعدين نقول ان ذي لما توقف في فترة معينة اليوم الصناديق تمر بظروف مالية صعبة قد بطر تتحسن الاوضاع راح ان شاء الله تكون في فواض وترجع الزيادة السنوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة